امر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف ينصر المظلوم ويطعم المحروف ويطم من الملوف بسم الله الرحمن الرحيم لحضراتكم التحية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا بكم في هذا اللقاء الجديد انا بقول من بدايته احنا مقبلون النهاردة بكرة بعد وبعد وان شاء الله في الايام اللي جاية من اول ديس مومنت من هذه اللحظة على حاجة ممكن تقلب الدنيا رأسا على عقل للأحلى لان الدنيا دلوقتي رجليها يعين امها فوق ورصة عايزين نعدلها شو ممكن تتعدل الا بمنهج ربنا واولي واول دقيقة واول هاسة واول هامسة الابتلاء بس ركزوا معايا قوي عشانتوا عارفين اللي ابتلاء ده فيه معاجن هم؟ الابتلاء ها الدنيا دار ابتلاء ها كل اللي يجيبه ربنا حلو زفت جهل دجل ها والله كل ابتلاء من عند ربنا زفت اطران لا اله الا الله ما نعزين نعدلها بقى عشان تتعدى نركزوا معايا ربنا سبحانه وتعالى في آية البقرة قال ولا نبلواناكم اللام بتاعة لا لا المفتوحة اللي في الاول دي بيسموها الموطئة للقسم يعني ولا نبلواناكم ولا ينصرن الله من ينصره في الحج على الشمال اي حاجة تقبلك في القرآن لا اسمها الموطئة للقسم يعني ربنا بيحلف انه حيبتلينا ولا نبلواناكم يعني وعزتي وجلالي والفجر واليلان عشر حبتليكو والتين والزيتون حبتليكو زي ما هو بيحلف برحته يعني باللغة الدرجة بتاعتنا يعني ما مفيش هو يقسم بما يشاء وانت لا تقسمه إلا بالله قلبنا الصفحة خلصناه ولا نبلواناكم انتهى خلاص دنيا ودهو التبتلاء اضناصم ده مش موجودة دنيا يعني ابتلاء ونبتلاء بقى أشكال وألوان وصنوف وابتلاء بالخير وابتلاء بالشر عندك في صورة الأنبياء وانبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون على الشمال في الأنبياء صورة الأنبياء بس هي دنيا ابتلاء عمل ايه دكتور دكتور مبروك عطيه أحد كبار علماء الأظهر الشريف اللي بيكلمكم أنا من أكبر أسات زد جامعة الأظهر سناً وتاريخاً وكل حاجة حلو عملت كتاب من حوالي ستمائة صفحة اسمه القضاء والقدر بين الله والبشر محدش طبعه لغاية النهار ده وربنا يرزقه باللي يطبعه لو معي فلوس دلوقتي كنت عباعه الصبح القضاء والقدر بين الله والبشر مش كل قضاء وقدر من عند ربنا ربنا بيأمن على حاجات كتير قوي نكملوش دعوة بيها لك خطأاً وأقول لأمك دي أعمار لا مش أعمار إيه رأيك بقى وفي مسألة معروفة بين العلمة هل اللي ما أتول ده يستوفى عمره ولا ما استوفاش فيه مسألة خلافية بين العلمة بس منور حضر الكون هو ربنا سبحانه سبحانه وتعالى لما قال وما كان نيفر يعني كان دي برضو فيها كتاب اسمه نفي الكون في القرآن اللي هي ما كان لا يكون وما كنا وما كان الله ليظلمهم نفي الكون يعني نفي الفعل كان معناها باختصار جداً لما تشوف حلمة ودنة وما كان الله ليظلمهم لما تشوف حلمة ودنة يعني impossible impossible إن ربنا يظلم حد لكن الناس اللي بتظلم فهو لما قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ طب اللي قتى المؤمن متعمد الجزاء جهنم خالداً فيها وربنا غضب عليه وربنا لعنه ووضب له عذاب قوي جداً مش ممكن ربنا يكون بيقولك ائت العمد أخوك عشان يوديك النار ما هو ده فيه ناس فكارك كده وجيه الإلحاد وجيه كفر بالله وحاجة كتير ما نقول لحضراتك لو إحنا نعرف منهج ربنا حنرتاح ومش حنلحد مش هيجي الإلحاد عمره منهج ربنا هو ده إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فعليها في آية تانية يبقى على روحك بتجني بنادك جوهرة أنت مستعملتهاش الوقت طالع من القاهرة على اسكندريا بسرعة 200 الطريق بقى حلو شوية فعيل طالع بسرعة 200 الله يرحمه بقى اللي جانبه بيقول له بالراحة شفت الطريق بقى حلو إزاي ما بين البوابة والبوابة ساعة وربع أنا هجيبها في نص ساعة من بوابة القاهرة عند كرفور لبوابة اسكندريا أنا هخوتها في نص ساعة هو في الترب دلوقتي بس شوفوا الحوار وبيحصل وحيحصل كل يوم وحيفضل يحصل طول مانتو بعيد عن الموعزة الحسنة ودريم ومبروك عطيه هيحصل إيه؟ إن الحوار كده ممكن على فكرة الموزة ممكن تكون قاعدة جنبه بس مش عايزة تزعله عشان تموت معاه وطبع مش عايزة تموت معاه ولا معا غيره بس يعني هتقول له إيه؟ يا حبوكشة حبوكشة بالراحة عشان خطري أنا خايفة عليك بقول لها إيه حبوكشة والودي اللي مات من كام يوم ده بقول إيه؟ قولها رب تشوفون عملت إزاي؟ كمان مرة هنا كده واجمع بقى ورايا مجلد قول يا رب كلها ضلال مبين وقلة أدب جهل بالدين إيه قول يا رب هو أنا لما أقول يا رب وأتجاوز السرعة المقررة أحى أواصل الإجابة غلط ولا يمكن يحصل ربنا ما بيعرفش في الطواجن ملوش في الطواجن إحنا بتوع الطواجن إحنا بتوع الجهل ربنا العدل كله الجمال كله النظام كله كل حاجة فيها طلاق وإطلاقا مطلقا مطلقا وعمل ده منهجه قالك لما تعمل كده حتتلب لما تتجاوز السرعة وحتة كلمة قالها في صورة لقمان وأقصد في ماشيك مش بس في مصروفك وأقصد في ماشيك وأقضد من صوتك حلو؟ إنت ما اقتصدتش في ماشيك ما هو إنت لو مشيت ننة ننة مش هتلحق للسحور في اسكندري يعني تمشيلي على سرعة عشرة كيلو في الساعة عتول اسكندري بعد أسبوع تنمي حضرتك المية حلوة قوي التسعين مش بالتحرام لما قالوا خليك مية وعشرين على الشمال أوكي بدا مع ربيتك تستحمل الكلام ده لكن وأقصد في ماشيك تعمل المية وعشرين متين تبقى مجرم وأنا مظنش برضو إن اللي يبقى على متين ويوصل بالسلامة مظنش إن كلمته بتاعت ربنا ستر صحيحة لا ممكن ربنا أمهل ممكن جات كده صدفة إن أصلي ربنا ستر يبقى حيسطر واحد وحيفتح التاني وحيموت التاني يعني لا هو منهجه واحد بدليل إيه؟ قاية الأنعام اللي على اليمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنت كل صلاة بتقولوا اهدنا الصلاة المستقيم يعني إيه الصلاة المستقيم في حد ممكن يتبادر إليه الصلاة المستقيم يعني غير الصلاة المعوجة البنيات شمال ويمين وأنا أفهم إني دا صح وأفهم صلاة المستقيما يعني ما بتتغيرش قوانيني ما بتتغيرش سلتي زي ما قال ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلها الابتلاء اللي هو من صنع البشر أنا بحلف يمين الله إنه تسعة وتسعين في المية من أنواع الامتلاء وواحد في المية من عند ربنا إحنا جبنا كله من عند ربنا جاهلي دا ولا علمي ولا حلم نوري ولا كحل كله من صنعنا وحقول لحضراتكم البينة والدليل والفجيعة المسلمين اتقابلوا مع كفر يوم أحد سابت ثلاثة هجرية كانت يوم سابت خمستاشر شوان وخارجين بدري وتوكلوا على الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لدول انتو ما تسيبوش مطرحكو حتى لو لقتونا بنتقطع يعني انتو الرماه تحموا ظهرنا لو لقتونا بيقطعونا ما تسيبوش مكانكو لو لقتونا انتصرنا ما تسيبوش مكانكو أوكي قالوا أوكي وما سمعوش الكلام لو المسلمين انتصروا قالوا يلا بينا ناخد حظنا من الغنائم نزلوا لف الكفر من وراء الجبل ضربوهم وقطعوهم وقتلوا اللي قتلوه وجرحوا اللي جرحوه حتى اللي بتجرح سيدنا محمد وكسرت رباعيته وجبينه الجميل خر دم وحاجات كتير عندما جيه القرآن يعرض القضية دي في صورة على عمران عرضها ازاي قالوهم لان بعض منهم قالوا ان هذا ان هذا يعني هاو يعني ازاي دي احنا مؤمنين بالله احنا الاوائل احنا مهاجرين احنا انصار احنا معانا النبي عليه الصلاة والسلام ويحصلين كده ننهزم ونجرح فربنا قال كده اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم متلايها ينبدر قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ابع ابع هو من عند انفسكم يا ريك كل مسلم بيحب ربنا يجيب ورقة وقلم ويكتب يفتو عليها على الحيطة قل هو من عند انفسكم صدق الله العظيم اهل عمران قبل الاخر بصفحة شوفها رقم كام هي كلها على بعضها متين آية ام تامر حاضر قولي يا ام تامر قولي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي مشكلتين يا حاج ادي واحد اه تامر ابني اتجوز واحدة عندها خمسين سنة طب انفس باركالوب ده مرادة وهي رادية بقى قاله ثلاث سنين ما جاش ليه ولا طلع ليه حرام عليه ولازم يجيلك ولا قالي كل سنة ولا قلبي شافوخ قال لا يقولي كل دقيقة مش كل سنة حرام عليك وعليه لما ما تفهموش الحقيقة السؤال الثاني ايه خلاص الوادي تجوز وامراته حشيته وقلنا له اتق الله وقل له ما كل سنة سنة وانت طيبا يا نينا يا امي حبيبتي السؤال الثاني ايه يا متامر نفس اشوفها يا حاج نفسك تشوفيه يعني ما عندكش مشكلة غير تامر نفسك تشوفيه ممكن بقى دردش معاكي ثلاث سنين ما شفته اربح سنين ان شاء الله والخمسة في العطارين ممكن ادردش معاكي السؤال الثاني لا قابل الثاني طيب ممكن ادردش معاكي ماشي ماشي حيجرى حاجة لو خدت تاكسي على حسابي وروحت له انتي معرفش مكان بس بقى انت معذورة خشي على السؤال الثاني يا ام تامر السؤال الثاني اه ابويا ايمن ابويا سابينا بيت ومش عايزي اديني ورثي كل مطلب ورثي يقولي ملكش فجأة هنا طيب انت عندك مرت عوضلة اه ومش عايزي اديني ورثي ليه كده طيب خلاص كده اه طيب الحمد لله انه خلاص يك حد بيسمعنا من هوات الحبشتكة ايه انت بيتقطع على اللي تأسل ايه انت بيتقطع اللي بيتأسل الله لو حد قال الكلمة دي مش هقولكو انا هعمل ايه بس هعمل حاجة كتير قوي هقول انت حسبي ونعمل وكيل اكفيني سوءه وسواده وغباءه سيت ايه اللي مش عايزي اديكي مراسك قدامنا حل من اتنين يكو بيتش هيبعد الفطر بنعناع ووحد الله واتق الله يا فلان يا البوليس على طوله النيابة والمحتر حتى لو كان ابويا مش مشكلة ادخله المحكمة وانا مش مدخله جهنم ان قلت بدل المرة مليون وحقول المليار ان شاء الله انما شرع القضاء في الاسلام لفضل خصومة بين الناس ما فيش مشكلة بس عشان نوفر جهد الآضي والمحكمة والمرور السيء وحرقة الدم وبرضو المعتقدات الفازلة فيها لتنحل مشكلاتنا بيننا وبين بعضينا يلا يا ناس امو لايلا حاطر هاتي امو لايلا حسناء ايه حسناء كل يوم بتتصل بنا لفكرة بداخلتش معنا ها ولا مرة ارجع تاني لغاية لما حسناء توضى بالصوت قضية دلوقتي لو احنا علقنا فوق ابونا وامينا قل هو من عندي انفسكم وطل عالبي وراح اااااااااااااااااااا حلم وحفظ وعرف inici ارهاكر وقال ماماااا ايه قل هو من عندي انفسكم الأمة بقى مسلمة و تلميذة المواعز الحسنة و ببرك أعطيه هتقوله يا حبيبي مش كل الخيبة بتحصل لك في الدنيا من عند رب الد Save مدام ربنا قال قل هو من عندي أنفسكم فأنت غلطان وأنا غلطان وباباك غلطان وجدة غلطان وكلنا ظلمنا ربنا لابتلاقي حبيبي بص في المرايا كده يا روح حمك هو حيبص في المرايا عارف من أخيرك ده يا حبيبي ده ابتلاقك من ربنا ترضى بيه كان حلو أو كان وحش وطبعا الإردفال أم وغزال حتقول له أنت بيوتي ووندرفول وأتراكتف يعني جزات بس ده يا أخويا اللي ملكش فيه إيد منخورك ومنخورة بوك شفت عينك كده دي الربنا خلاها كده ملكش إيد فيها إنما تجيب ألم وتجفاحت عينك بيه كده أنت المجرم وأنت أنا هايز أقول لكم على حاجة أشان نهدي بقى ده إحنا عايزين نزبط ده إحنا عايزين نزبط دنيا دنيا كده عايزين نعملها كده كله كله عالم جاهل باعشهادة إمامه خطيب داعية متنايل على عينه سمكاري بتاع توكتوك مستشار قانوني مستشار فكري رجل بتاع مش هاكله بتهم ربنا اللي يجيب كله يجيبه ربنا كهسان اللي يجيبه ربنا أسلمه من مبتلة كله إيه اللي تأدب كله تجرمة كله خيبة كله خيبة ناعة يجيب إيه بس ربنا يجيب إيه وتعطيه اللي بالسبحة أهي سبحان الله سبحان الله ولا تزبيحة مقبولة لأنك بتهم ربنا بإنه هو كل حاجة جاي بكل البلاوي فنجان القهوة وقع مناش نصيب هو هو مين كان ليك نصيب وإنت اللي ضيعته أهو الله أنا كنت عاختوبك بقوية معها أربعة وعدت الخمسة واربعين ومشتاقة ترجع عيلة صغيرة تاني هتخلي لعابها يجري حرام عليك تقوم ترد تقول كل شيء نصيب بقى لا مش كل شيء نصيب بقى يا هو اللي كسل يأنت اللي كسلتي إنت اللي مينته بقت بعض والله قل هو لازم نحفظ الدرس ده الدرس ده هو كل الدروس قل هو من عند أنفسكم مين يبقى فيها عندية لنا ربنا اللي قال ده من عند أنفسكم لو كنتوا سمعتوا الكلام مفيش أوكي الصورة بقى التانية اللي هي هتخدوكوا قوي قوي هتخدوكوا خد جمدة هتقلب الدنيا هتهز مصر أمو حازم أبلاح عيني حاطر يا الله أولي يا أمو حازم السلام عليكم أولكم السلامة والبركاتم أيها الله يا دكتور عايزة أسأل حضرتك أولي يا أمو حازم أولي يا أمو حازم سانية بقى لها سنتين وأخويا كان جايب لها كان جايب لها إسورة وسلسلة دهب وبعد ما متت كان عايب السلسلة والغاية والغاية البدوع عايزهم مش من حاقه يا أم حاسب لإني واحدة جابت ذهب لأمها أيام النبي سيدنا محمد بس الله عليه وسلم هي لبست أمها الإسورتين والدندشة والحلق أمها ماتت الصبح فجاية تاخد الألهوي أنا جايب الأم الدهب مبارح عايزة فرحة الأجل جاء فخدت كل الذهب وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام فلانة فلانة اشتريت الذهب هذا لأمي وأمي صابحة النهار ده ميتة مش أخد الذهب اللي أنا جايباه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها لا 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 ملكيش إلا نصيبك في الميراس فيه فقط فرجعته ووزعته على كل الورصة وخدت حقها منه من جوها بقى ياريت لي ما جيبته أنا مش دعوه معرفش أليك كده ولا لا بس الكنون بتاع هد الدين الواقع بتاع هد الدين الجمال بتاع هد الدين أخوكي جاب لأمك دهب وماتت وكان عايز ياخده نقول له كخة لأن في وحدة جابت لأمها الدهب وماتت أمها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ دهب فلم يأذن له معناها أن الأم تملكت خلاص بدأ من ابنها جيب وفرحها يوم واحد وعشرين مارس إلا يا ربutه يبقى 22 مارس.. و принципе هدوم أنا يبقى أمي 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 always of time moment 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 olması ولحظة وطارف تان وتابقى في حياتنا أمنا ونيلقي حاجة امها كل ما ييجي وعيد الآم مفيش حاجة اسمها عيد الآم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى جريت لتعلم بقى عشان بقولك الدنيا عايزين نزبطها عشان حرام علينا كده حرام علينا اوشي ممنوع في حاجة تانية يا محازم انا ما قطعتش محازم المخرجة بتقولي لا اه طيب الحمد لله فتح الصفحة بقولهم هلموا ولا الجملة المفيدة بس مش عاجبني انك بطيت اذا المتزل عليك اشوف بس حد يقول الكلمة دي تاني انا بتحك على فكرة اللي عايز يقول يقوله يجري في الهواء يلا يا اسمة ربنا يخليك يا اسماء والله انا عند مشكلة بسيطة يعني انا مخطوبة بعلي سنة مخطوبة اه مفيش قبول وكده بس هو قويس ومحترم اه مفيش قبول من عندك ايو بس اه وبتسأليني اعمل ايه اخده ولا ماخدوش لا انا عايزة بس نبهة كويسة معها بس مش عارفة عايزة ايه نبهة كويسة معها بس مش عارفة ايه ما هقولك انا اه قبل اي حاجة يا اسمة وقبل ما قولك باي باي من غير ما قطع عليك ايه هسألك سؤال بس هو ايه الفكر اللي بيضور في العيلة بيقولك معمول لك عمل بيقولولك اه انت بتحب عيل تاني ايه اللي بيقولوه الناس نبه يقولوش حقيقة وبيقولو كويسة ومحترمة همال بيقولو ايه عليكي مالكة بيت مفترية على النعمة اه اسمها ارد علي وانت مش حاسة باللوقت ده لما ايجي كده حاسة انه ارد كده عفريت عيشة وهو كده فعلا لا هو كويسة لا لا مش هو كويسة بس عايز اقول لو كان الوقت بالطريقة ده ما تاخدهوش اوعي تحط لامونة على كباية وتبلعيه هتجيب منه ثلاثة وحاسبيه في يوم من الايام والكرسة هتبقى كبيرة واهلك يسمعوني دلوقت ويتقوا الله فيكي ويعرفوا انك مش هتعملوا كباية شاي ده انت هتقلع هدومك وهتعيشي وهيقول عليكي ناشز وهيكفرك بعد اسبوع انت من جواكي مش طيقه وهقولك انت كفرة مع انك ما انتش كفرة انت غصبة عنك لكن نبدأ غصبة عنينا ليه؟ اذا كنت شايفة انه كويس يبقى انت بتقولي كويس انت جاملي حد تاني لكن من جواكي هو مش كويس ما تدخليش على حد مش كويس هيجي واحد بعد منه تاني مش هيعجبك ما تاخديش هيجي واحد نمرة ثلاثة بعد كده ما تاخدهوش مش هيجي حد خالص احسن ونعيش من غير وجع قلب في ناس بتتجوزش انتخلص من حياه يعيشها على الاقل من الزن بتاع بابا وماما على الاقل من اختها اللي كيادة وبتاخد منها القوضة والدولار فتقول الله للجوز ورياحك اقسم بالله في مجتمعنا ده موجود وبالملايين النتيجة بيكون زي السودة وفي الاخ نقول ايه جوازي اسمه ويناسيبي والجواز ليس اسمه ولا ناسيبي الجواز اختيار مكتوب في السمه مكتوب بناءا على اختيارنا يحنع مش بناءا على ام والني السيسري لابد مصد ام يو اس تي احنا بنغلط وعشان ظروفنا اقتصادية زي الزفت ما بنعرفش نصلى هغلط له يعني انا دلوقتي مثلا لو انا واحدة ست بلاش اقول انا باعث ان حد يفهمني غلط ولا حد في البيت عندي يقول لي انت بيعمل لنا كلام ولا حاجة انا بيعملش كلام على حد عمري اخليني واحدة ست افرض ان في واحدة ست معها ست سبع عيال وعارفة انها بدأت غلط وعايزة تصلح وحاولت تهضم الوادي اللي معاها ابو السبع عيال ما عارب فاته شيء طيب ايه الحل عندها تسيبه امساج بمعروف وجمال وحنية يا امه تسريح باحسان طب تروح فين بالسابع خلاص انتوا وحلتوا نفسوكوا بقى انتوا عجز انتوا فشل هيبقى بلاش تشتكوا ده نصيحتي الادفايز بتاعت الغالية مادمت بتعرفوش تتفلفصوا ما عندكوش حل ما عندكوش بيت تعيش فيه ما عندكوش لغمة زي مشكلة مبارح عندي تلات مشاكل في سمورتنجي لازم اتجاوب عنهم اه يا حبيبت بس هبت هو عيشتك بغير جواز اعسم هل الزكاة تحسب عشرة في المية على الـ اثنين ونصف في المية على الربح هكده قال دكتور علي جمعة دكتور علي جمعة مقالش الكلام ده انا شاهد عليه وبدعي له كل ما يجيني السؤال ده بان ربنا يسمحك يا شيخ علي لان هو قال دي فكرة عبدالله المشاد ده الله يرحمه الزكاة على اللي في البنك وعلي يجيبه حتى لو كنت بتاكله منه وبعدين السؤال التاني انا عايز اعمل العقيقة ده في سمورتنج اسكندري عايز اعمل عقيقة ليه ابني من وراء ابو بفلوس ابوه عكا يا عكا وعكا ما ينفعش يورابي يا الله يرايك في اللحن الحزين ده وراه فلوس ابوه مش بقولك وعكا عشان الراجل يجي يقتله بنتي خمستاشر سنة في قولها سنة هو عايز اتسافر مع المدرسة بتاعتها اوروبا في الصيف لا يجوز يا حج لا يجوز وهي أمها كمان يمكن ما ينفعش سافره إلا بيكونوا في رفقة آمنة تطمن انه عندهم بيت هناك والدنيا جميلة او بابا مستنيهم في المطار عقود وعايلة خمستاشر سنة عايزة تعمل الشنطة على فكرة بقى هو احنا لما نقول لا يجوز مش معناها بنقلل من قيمة البناية ولا المرأة ولكن صودا لها خمستاشر سنة وتتنطط وعايزة تبقى هترجع لك ببوي فرند او تعيش هناك للأبد او تقولك عجباني حانك يا ماما البنت هي عندها سبتاشر سنة اللي ربع بتفر طب يا عصفوري وقر واحكيه ليه ع السر انت عايز تفري وراها يا فرفورة ولا انت مسلمة حلوة وجميلة اوه وعايز التعليمي وتروح اقرب التعليمي وتروح امريكا التعليمي وانت اامنة ومطمئنة وترجع تنواري بلدك وناسك وتعملي بيت وتمليح النية وما تجاوزيش واحد غصب عنك ابدا ان شاء الله ما عنك اتنييلت العمر كله ام احمد يا الله يا ام احمد سلام عليكم قولي يا ام احمد وعليكم السلام عليكم انا ليه سؤالين السؤال الاول اه اه ليا بنت من زوج متوفي كنا عاديين في شقة جار قديم وبعد كده صاحب البيت طلعنا ودنا فلوس فهل الفلوس اللي تطلع دي اه الام او او الابن اللي هو اخ اخو بنتي من زوجة تانية ليهم فيها ولا لا ولا انتم فيديكوا فيها ولا اللي في الزوجة تانية اللي هي فيها ولا حد اللي هو فيها ودي فلوس حرام من اولها الاخير الراجل بطلعكوا وبدوكوا فلوس ده راجل اهبل ومجبر عارف انكم مش هطلعوا من غير وفلوس حتى لو اتاخدت بالرضا مفيش رضا في الفلوس اشتحالة الا اذا كان يقولك ده البنتك اليتيمة انما ده راجل صاحب بيت يا فندم اي واحد يخرج من بيت وياخد فلوس الفلوس حرام لانه لا كان شريك في المباني ولا ابوه هو اللي بني البيت اللي ساكن في ايجار لما يجي يخرج يقول سلام عليكم اللي سكنتوني بوسة اهيه انا ما تلاقي ده هو هيهد البيت هو هيجي ببيت يعني انت بناكة بقى خلص ربنا يتقبل منه انا معنديش مانع انا معنديش مانع واحد مؤجر عندي حبيبتي افهموا دلكم لو واحد انت سكن عنده وحبي يجيبلك شقة مكان شقة وينقلك اكراما لك اكراما لكن هو مش مكبر يا فندم هو المسلمين لما عرفوا الفكهة قالوا ايه قالوا دي عين مؤجرة في واحد اسم مؤجر واحد اسم مستاجر وحاجة اسمها عين قالوا انقلك منها ازاي وديك فلوس ازاي احنا اتفقنا على العين ده هي على الاتنين بمنافعهم او وديك تلاتة بمنافعهم في عقدي بيني وبينك العقدي يخلص كل واحد يروح لحانه واحد فينا مات وبوك ساقه مات العقدي الاخر اتلغى اللي مات من المتعقدين العقدي يفسق بوفاته دي القانون قال لا ده يموت وولاده نبرا اربعة يعدوا ومالوا لان من حق الحاكم ان يقيد المباح بتقولي ايه يا مونة هاني هو السؤال بس ان ان الورثة ليهم في المكان مالهمش لانه مال اساسا مش مشروع مالهمش اي حاجة قالوا ولا انت ليكي رجعي الفلوس للراجل السؤال التاني ايه يا حبيبتي انا اتجوزت بعد جوزي متوفى من راجل متجوز اه فان وليه ولاد بسرعة عشان فاصل بسرعة عشان في ادام وفي اعدام انا جت طفل منه احنا كنا متفقين اول الجوز انه هو ما يبادش وما اه براحكو براحكو بدا متفقين على ان احنا دي هي ريحكو الحياة مفيش مشكلة ان شاء الله يارب يجيلك كل اسبوع عشهر ثواني ودي تفراحكو اللي باتو خدو ايه مع بعض ورسو الهدوم فى الدلاب بررررررررررررررررررررırررررررررررررررررررررررررره خدو كلاكيع مرض نفسيه احنا يهمينا في كل الدنيا يا حبيبتي اني اني ايه ياه يلا بيهنا فاصل قصر جدا ثم نلتقي فانتظرونا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعليك وردية بفضلية عن أصحابك واتبعك به إحسان بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أهلا بكم في حديث بإني حق العهود بالوفاء ما استحللتم به الفروج يعني لو بينك وبين يور ويف دابل آي اف اي عهد أنت كمسلم وفي بكل العهود ولكن عهدك مع الوايف في المقدمة لأن في حاجات لها يعني شوف قال إيه استحلالتم به الفروق يعني كان ممكن نقول ما استمتعتم به من عمال المحشي بس اذكر الحاجة اللي هي في الزواج شنيعة يعني يعني في حد في حضنك كده بلبوس وحلالك تخيل פה وحلالك فده يعني حق بإنك تفي بعهده قلت لها مش حابات عندك مباتش مهدعات وبعدين في الوقت نفسه بيجي ايه الكرة تبقى عندها بقى الراجل داي متجوز ويفرضي اني السنت اللي معادي طلعت او ماتت او نكدت عليه بتاعه وقيت له مش عايزة ليلتك السودة دي مباتش عندي يجي لك يقولك انا عايزة بقى تقول له لا احنا متفقين عشان بنتي حسب ما سمعت قبل الفاصل لا انا بنتي ميدخلش عليها جزء ام هو داخل عليها امو جاهل الوليد العاصب نوعي لساني داخل عليها جوز امها يعني اللي ربنا احله وهي بكرة تتجاوز ومش هتعبرك في الجزمة القديم يعني انا قصدي هي البنتي تتعاود وكل حاجة وانت برضو كوني لينة هو نقول له شوف لك اي حتة تتلقح فيها عشان تبقى وافي بالعهد وانت نقول لك والنبي ما يصعب عليك ما يهونش عليك يتلقح اهو برضو بتجيب الكوكو والسمك وبيدفع وبيجيب لك الحاجة الحلوة والكحك في العيد وحاجة زي كده اوكي ارجع تاني لأبو الموضوعات اللي في الدنيا اللي زي بقولتلكو هيهز مصر والعالم عشان كله بيرتاح لكله من عند ربنا كله كله جيب ربنا كله جيبه ربنا دلوقتي احنا النهاردة بنعلن وبنقول وبنزع وبنشرح وبنقول لناس الديني اللي مش عايزين يعرفوه والله ما هون من عند ربنا والله من عند انفوسكم يا أخي تصدق اني ده قرآن تصدق اني احنا اللي جايبين تسعة وتسعين في المية من المصايب بقلينا بايدينا حايز اقولكو بقى على المفاجأة التانية اللي كنت عايز اقولها قبل الفاصل بس الادان له قداسة والفاصل له اللي بيعملوا البلاوي الروحهم بايديهم طمعانين في سواب ربنا قولك مش انا صابر ليه اجر الصابرين لا ينهاري السبخ لا اله الا الله لما يوفى الصابرون الصابرون بقى الصابر على ايه على جرح هو اللي فتحه بيده بسكينة تقول لي اصبر عليه اخد حسنة حتى اخد مليون سيئة قال ليه للأدب حرام حرامي واضرفاتي اللي انك حرام تقول لي انا صابر على ضيق العش ان انت اللي تضيقتو يا حبيبة امك امك اللي ما عرفتش دي ربك لا اله الا الله ماخدش سواب قالت اخد سواب على حاجة ربنا بعتها انا جبت الكلام ده منين فقال عمران على اليمين وفي نفس المشهد تخيلوا في نفس المشهد شوفوا انتوا بقا يقول ايه ربنا انت تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم وبصور حل المسلمين وبيجروا والنبي بقول لهم اثبتوا تعالوا ورا شوف السواب اللي خدوه في القرآن علني فأثابكم ايه جنات انتاجني من تحتنا نهار فأثابكم غما بغم اللي عمل حاجة وحشة سوابه الغم السواب بتاعه الغم والهم والنكد يستاهل يا ابا يستاهل الراجل نرفو نرفو عن فطار ما عجبتهوش السلطة نرفو احنا اعمل له ايه نرفو ده بقا وراح ماسك الطابلية وملاقح الفطار ايه اللي انت عاملها ده وراعين ده لو كان نزيه زي حالاتي بس انا عمري ما عامل كده وقسم برب الكعبة انا قلت لك روم وهو بهيلة بيه لا الطابلية كلها والقاحة ورماة ايه ربنا ومناش نصيبه ربنا لا ده كان زمان قبل النهاردة قبل تو داي قبل الحلقة دي انما لازم ينغم وينهم وياخد على دماغه ويجيب غيره يا اما يبقى قاسم في حكم الناس دي والبنت تشوف لها حد يصرف عليها ابوها بتاع لغاية لما تسيبه وتتطلق ليني ده بني ادم لاي وعشر رمى اللقمة ومش هيجيب غيرها اما قلت من الجوع يا باب وباباها مسلم يقول لي والنفق ما هي واجبا جدول ضرب الاسلام ده لابد ان احنا نحفظه ربنا يعيني انا بس بعد فتر واعمل فيه كل يوم سؤالين ثلاثة خمسة عشر عشر زي ما ربنا يفتح قواتي يسمحوا الدنيا تبا دميل احمد حاضر حاضر يا الله يا حمد قول يا احمده السلام عليكم والسلام يا فندم رمضان كريم يا فندم والأعلى وأكرم ربنا يخليك انا كنت عايز اعرف انا متزود من اوروبية واسلمت اللي قبل الاسلام بتاعها ده كل ده خلاص يعني يعتبر مش موجود بالزبط بالزبط على طول باستيك هي مولودة يوم اسلامي الله اسجزك الله خير شكرا جزيلا كونش قطعته الحاجة العفوا عفوا يلا والنبي يا رب يا رب ما تشمت فينا حد خلي اللي بقولي انت بتكاتع المتزل للرجل على شكرا جزيلا وانا بتروع العفو مع السلامة عايزين ايه تاني نتقوم وترواحوا او دوروكم على قناة تانية لو انا مش جاي على المعدة يعني حسبي الله ونعم الوكيل مش في حد ما فيش حاجة اسمها حسبي الله ونعم الوكيل في حد انا بقول ربنا كافيني يلهمني الصبر على اللي هما مش بيشوفوا حاله مش بيفهموا حاله اللي بقولوا كله من عند ربنا ينهر يسوي كله من عند ربنا ازاي طب نودي فين قل هو من عندي انفسكم الراجل هو راح اتجوز احمد واحدة اوروبية وربنا اكرمه اكرمها وقالت اشهدوا على اله اله الله رسول الله وبيسأل على الباست بتاعها كأنه شيء لا يكون الاسلام يجبه ما قبلها مولودة قال مبروك عطيه استاذ دكتور لأحمد مولودة يوم ما اسلام من هنا ومن تجاي انسة ما فرجت كل اللي اللي راح كله 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 راح الورست والدنيا كلها بس بدي انفحها حتة خير لان كان فيه واحد جيل للنبي عليه السلام وقال له ده انا كنت في الجاهلية كريم قوي ما قولكش انا كنت قبل ما اسلام حلو قوي فماذا قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل قال اسلمت على خير يعني التوطئة يعني تمهيد اما تسلم على خير قاية رياحك نفسيا لكن عشان ما تموتش وتسوق نفسياتك لو انت كنت قبل الاسلام وورست مش باد اسوأ حاجة في الدنيا ديرتي قزير معافل وقلت اشهد والله من شاء الله من وانت عند ربنا زي الفل ما لم تفضح الدنيا وتقطق في العقيدة والسلوك وما تفهمش دينك وتقعد زي الملايين اللي قالوا ايه كل من عند ربنا كله ناسيبي كله ناسيبي يا أختي يا أختي كله ناسيبي يا أختي مش عارف في فيلم ايه دي بس هي دي الأفلام والمسلسلات اللي بوازت الدنيا والخطاب الديني التعبان وكل واحد قاعد يعمل لي كده ربنا يا ربنا ولي جيبه ربنا يا ربنا نفهم بقى ربنا صح ولا يغرنك ربنا على كل شيء قدير لا يغرنك ولما تتجاوز السرعة المقررة وتقول قول يا رب قول يا رب دي ايه تلت ساعة فاضلة على المغرب وانت نايبة طول النهار والراجل زمانه على السلم وقابة تضوخي وفاضل ربع ساعة وقرام بيرا وواحدة تقول لك مش هتلحقي هاتي كذا وانا جيبليك كذا وخلاص وياه شوية سنبوسة نضحك عليه وانتهينا كده بتاع زويد شوية ملوقية لعلى شوية امية ياخد ميجيش طبق حطي شوية مية حيعرفة عتبقى خفيفة وما تتكلش اسكت بس الصرفي عندك واحدة ناشفة انا الصرف لك انا حط معلقة ناشفة عشان خاطر بطله يهر الراجل بعد الفطر وجيله اسهال انا واعي الكلام اللي بقوله يعني حسن تقوله دي سرقت منه الكلمة دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة في السنة ودي موجودة في السنة والدنيا جميلة كل حال تقولها اقولي يا رب تقولي يا رب ازاي راخر الراجل لما ييجي وديها على القلة قدر الله برضو ده مش كويس انه ممكن يفتر فول وحط الجبنة وما يجيش يفتر تاني هنا روح لهمه مفيش مشكلة ولو بدقيها الحكاية قوي 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 وشافها ان الحياة مستحيلة ومش حيضر يصرف فيه طلقها ودحقها وتبقى الحياته جميلة ايمان يقولي يا ايمة يا ايمان السلام عليكم كل شيء اسمه ونصيب يا ايمان اه احسان كل شيء اسمه ونصيب طبعا يا دكتور اه ام انا كنت باعملية دلوقتي زي حضرتكم لا انا كنت بقولي دلوقتي ولا انت نصحية منهم ما سمعتنيش من اول الحلقة لا كنت موطيت الفيزون عشان انا اسمعها اه طب هذا ما مفعش يا ايمان نعم يا دكتور مش كل شيء اسمه ونصيب يا ايمان ماشي ماشي اللي اسمه ونصيب شكلنا وابونا ومينا صح انما العمال اللي بنعملها انت متجاوز يا ايمان اي ومتجاوز ربنا بعطه بجبريل وقالك العريسة وايمان ولا انت اللي قلت اه انا موافقة قلت انا موافقة يبقى انت اللي اخترت يا ايمان صح ربنا يباريكلك باسأليني انت يا ايمان عليكم استاذ لو صمحت يا دكتور كنت هاد اسألك على حي اخذ رؤيت في حي قولي يا حبيبتي انا عندي منوتة عن ظهر معتشف سنة طيب وهي بس رغضة ان هي تلبس حجاب دلوقت حاضر عندها كم سنة؟ عندها 14 14 انا كن عيانة عملين يقول لانا تتحجب وكده بس هي رفضة دلوقت وخلص تلبس الحجاب بتقول ايه امورت الحلوة بتقول ايه؟ بتقول لا مش عايزة لبسه دلوقت طب امتى لما بتقول لها طب انت عايزة تلبسيه امتى؟ ماها باردون ما اسألها نفس السؤال ده اه هي عموما يا ايمان لو جت لها الدورة لازم تلبسه ان شاء الله يا ربي من سنتين فاته او البلوغ عند البنت انت جيلها البريوداية بدام جات البوادر وقالت الحق يا ماما الحقيني اقول لها خلاص يا حبيبتي لازم تلبسه واحنا قبل ما جيلها البريوداية بندربها يا ايمة زيما بندربها على الصيام وعايز اقولك على حاجة ارجوك ايه ويتحسس البيت انها دخل على معركة حرب اكتوبر كل السنة والمصريين طيبين واهل سينة طيبين وكل العرب طيبين وكل لحظة وكل ذكرى عشان العاشر من رمضان عبور قناة السويس يرحمك يا سادات ويرحم ايامك وقرارك الجميل ويا شعب مصر حافظ على النصر ده لان ذكرى النصر بتشجع على نصر جديد واحنا محتاجين مليون نصر جديد عشان نقاوم ونثبت وجودنا ونأكل الغلابة ونرفع راية الدين والوطن مش هنرفعها بيا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي من غير عمل لا يا غرانك لا يا غرانك وحتشوف حلقة تساوي بليار دولار في موضوع الدعاء ده والسخام اللي بنسخمه فيه والهبل اللي بيحصل منا فيه وليه دعاءنا فوق دماغنا مبتحركش ملي واحد لفوق ليه ده مهم لازم نعرفه الإيمان خلاص إيمان سألت على الأمورة 14 مجزء من الحجاب لا قطعناها ولا حاجة خلاص 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 أنا بقول ايه اوعي تحسيس يا إيمان انت وجوزك البنت انها دخلة على حرب كتوب لبساها شرب قولها او ده الحجاب وانت نابسة طويل وواسع ما تحساش بقى ان الشد تشد يا الله هبح واحد اتنين تلاتة ايه استعد البيت يلاوي انا هتحجب انا هلبس الحجاب ايه حجاب ايه هتلبش طرح على الراس والهدور طويلة وواسع سنة وبنطلون بدلة اي حاجة اسم خلق ربنا يسطر العورة الجميلة اللي هي سوقت كل مسلم عورة يعني معناها الواحد يستحي يوريها مش عورة يعني حاجة واحشة كلمة العورة مش حاجة واحشة يعني الشيء اللي بني آدم نفسه محدش يبصله هو ده فهي عشان كتكوتة وامورة ودخل بقى هتبقى أنيسة ومدموزيلة وتبقى واحدة ستة وتتجاوز وتخلف وتبقى أمها وجدتها ايه الدور الداير ده فتحسها بالراحة قلصة الاترحة دي هي الحجابة حاجة شعر الجميلة وعايز انه نغطيه عشان محدش يشوفه صدرك حلو محدش مفروض يبص عليه ولا يشوفه علشان ده متشل واحد حيدفع مهره ومهره تقوى الله قبل الطلطة بيض ويكون ولد عطرة ويتعاشر ورحته حلوة ورحته حلوة ونفسيته حلوة وموهوب وبقول شعر مكسور مش لازم أوزان خليلي أو شعر تفعيلة يعلهوله علاء جانبي يعلي يعرفوله وحزن ممهوق ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويجا عندنا نجفة وكل ما تقولي عايزة جنيه يقولك مية تقولي عايزة مية يقولك ميتين ويشقى وما يبصش في الموبايل بتاعك ولا يعرف كلمة السر ولا هو بتاع موبايلات ولا بتاع أي حاج خالص ولو كان بتاع فتعرف ان هو بني آدم بس كمالياته جميلة والدنيا تعد وتبقى زي الفل أم أحمد يا الله محمد اقولي يا أم أحمد سلام عليك يا دك وعليكم السلام ستي كل سنة وانت طيب وانت بالصحة كل سنية الله يخليك يا رب بس لو سمحت عايزة سأل بس سؤال كده زغير حاضر زوجي توفى وهو بيصلي العصر اللهم صلي عليه حبيب الأم يرحمك اسمه ايه اسمه فعيد الله يرحمك يا سعيد الله يرحمك يا سعيد وعقبانا يا سعدة عقبانا لا يديك العمر يا دكتور يا رب ربنا يخليك لينا يا ربي هو كان بيطلع زكاة مثلا اللي خالته لولاد خالته كده يعني ينفع أنا طلع الزكاة بتاعه اللي كان بيطلعه لو صدق يا حبيبتي من الزكاة يعني أصلا الزكاة يعني فلوس مية يطلع ألفين ونص دي الزكاة إنما لو هو كان بيكرم أرحمه دي مي الجنيه ودي خمسين على العيد أيو أيو ايه اعملي كده وحفظي لو تقدري أيو ربنا قدرني واعمل أراضي يلا حلوة أيه تاني الأراضي اللي منه أيوة جدعة شاطرة زي ما كان براضيهم لأن عندك سؤال تاني شكرا باي باي وليه كلمتين هنا الكلمة الأولانية أصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بيموت كانت من وصاياه كانت من وصاياه كان من وصاياه اللي يجوني بعد ما موت قبلوهم بنفس الطريقة اللي كنت بقابلهم بيها هي ايه طريقة يروحوا يجوني بزقطة طيب ويروحوا بزقطة طيب ده كانت طريقة النبي مع الوفود عليه الصلاة والسلام الحاجة التانية بقى لا يا غرانك إنه مات هو بصلي يفرحك بس ما يغركش لأن الأجل مسمى ييجي وانت بتصلي الله حلو اسمه كده حلو لكن لو من غير عمل أطران النار مستنية مات في رمضان من أهل النار لو كان قليل الأدم وقاط على الرحم وعق الوالديه مات ليلت القادر وش عرفك الأول إن اللي لدي اللي تلادر هي مش ليلة سبعة وعشرين هي في العشر الأواقر انت متعرفاش ولا النبي عارفها بعد ربنا محددها له مساحها من دماغه عشان اتنين بلقوا مع بعض ببكسوا فقال هحرمهم وخلهم يجتهدوا زيادة قد العزع يعني جات لنا الكرسة وربنا عزانا ده من فضله بقى ده من فضله كرم عبر أحمن الأوزاعي حبيب عمري عالم الشام الذي لا يشق له غبار يتفك باتنين أبو حنيفة عبر أحمن الأوزاعي صاحب السنن وراجل مجتهد له أراءه كل حاجة مات في الحمام أجل وجيه في الحمام هل معنى كده إن سعيد الله يرحمك يا سعيد ويا عبر أحمن ويا جميع موتى المسلمين هل سعيد ولا ببروك رومات بصلي يبقى أحسن من عبر أحمن الأوزاعي إجابة خاطئة ولا معرفش مين أحسن من التاني ممكن يكون سواء تكتك أحسن من الإمام فلان فلان ويش دعوا بالكلام ده أنا ليه دعوا بمنهج مسلمين لما يعرفوه مش هيكفروا بربنا وهيحبوا ربنا قوي وحينجحوا وحينجحوا وحيبوا فوق لما يعرفوا منهج ربنا قولي يا محمد دين من الاتنين قولي ألو وعليكم السلام عليكم السلام ربنا يستورك يا حبيبتي وانت سانية وانت طيبة بقول لي حضرتك أمو سلمة أيها ثماني آخر مكالمة تفضلي أيها حضرتك أنا متجوزة بقلي سنتين قليك سنتين يعني سنتين من نفسك كده ومعي طفل وحامس وطفل كمان الله مصلى عن نبي آآ قلت حبيبتك آآ أنا متجوزة يعني عن علاقة الحب وكده كنت عارفة وعيشة مع بنوعير بالليه وآآ كان مع أهله جدا بس هم يعني معاملتهم وحشة بس أنا مستحميلهم عشان قطر وعشان قطر ربنا حلو قوي وبعدين أنا اللي هي واحدة تحبتي كنت بيقيله على طول يعني آآ ملقاش حد يغير يعني كده طيب بعدين اكتشفت ان هم على علاقة بعض بقى يعني بقلهم فترة قبلة جدا على علاقة اللي هو جوزك اللي انت كنت بتحبيه ايه اه ومعتش بتحبيه بقى ومعتش بيحبك لا حضرتك انا ما شفتش منه حاجة باش ده اه بس شفت انه علاقة ازاي مع صاحبتك عرفت ازاي انا بقل في التليفون بس انا بتقلبي طب هو بتقلبي ليه بس ايه؟ بتقلبي ليه عادي انا بالعادي لا مش عادي عشان لو انت بنتي يقوليلي حاضر اخر مرة حاضر الله يسترك روحي والله عادة قذرة وحتقلب الدنيا وتخرب البيوت عالفاضي يا حبيبتي بيتك بيتك يا حبيبتي وولادك اللي ببطنك و اللي ربنا ادهولك ده اهم حاجة في الدنيا وهو يليف في الكرة الارضية وليه دي عايزة تسألينه وليه عشان بيخلص البرنامج حضرتك انا عايزة يعني هو اعتذر لي وقعد يقول لي ما عليش هو عشان ما بيفهمش حاجة ابدا هو زي القلم ده ومش عايز اقولك زي قلب الطوب هو ما بيفهمش حاجة غلط هو يعتذر لربنا لو عمل حاجة غلط انما الافلام هي افسدة عقلك وكلكم ما يعتذر لكيش لانت ما انتش الكعبة الشريفة مش انت اللي هتعز بيه مش انت اللي خلقتيه ورزقتيه وبتقول له ما تعصاش اوامري لا الهوى جيه مع البيت تلاتاش ومع بعض هو اخطأ والبيت ده لو حصل ده لو حصل بلا موبايل بلا مش موبايل يتوب الى الله واتوبوا الى الله جميعا ايوها المؤمنون لعلكم تفلحون مش واتوبوا الى زوجاتكم يعتذر لك لايه هو غلط في حقيق هو غلط في حقيق لك خلقه وقال له خليك نضيف ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين بطلوا دجل قال له ربنا يكرامكم يعتذر لمين وانت اله انت اللي قلت له ما تعملش كده هو يقول لك حقيقك علي ان انا اهمالتك بقى لي سنتين مجدش جمك وفي حجم الحرام فظلامتك استنفدت كل طاقتي مش يعتذلك عن علاقة بينك ومن واحدة ابدا ولا انت كمان تعتذري كله مني قادم اخطأ واللي اخطأ اخطأ في حق ربه مش في حق التاني لازم نفوق ارجوكم لازم نفوق منها جذفت وغلط وهي تعطل طب خلاص بسامحاك بوزي بقى بمثل فيلم الناس لصلاح الدين الله يرحم اللي عملوه انا تقريبا بخلص لكن بوعد ان بكرا ان شاء الله لقاء بكرا حيبقى ولا نبلو انكم بس في جزئية مهمة جدا حديث ربنا عن المستقبل للبني ادمين بناءا على تصرفاتهم مش بناءا على ان ربنا بكل شيء عليم وان المستقبل لا انت بتهبب ايه وحيحصل لك ايه في مستقبلك نتيجة الهباب اللي انت بتهببه ده مضوع اللقاء بكرا ان شاء الله وقولوا لي انا قدامي كم دقيقة عشان ايه خلاص لا اله الا الله بحسن الوعزة تمتلكوا القلوب وسخروا الطبع من لين يتوبوا فقول المسرفين اهلا رجعتم فان الله يقبل من يتوب ورحمته لا وصع من خيال ولو كثرت من العبد الدنوب لكم التحية ربنا يلطب شوية الانفعال اللجوم في الاخر دول لان انا مورم من القضايا الاجتماعية التعبانة حتى اثقاكم غدا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة